لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان عليها سيد وراء وشفيع الأنم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد فمن أبرز مظاهر تخلف المسلمين وذلهم في هذا العصر وفي هذا الزمان هو بعدهم عن الله عز وجل هذه المظاهر تتجلى في كثير من النقاط التي سنقف عندها وسنقف عند أهمها لأن كل مسلمين وكل عاقلين إلا ويتحدثوا عن ما يعيشه المسلمون في هذا الزمان من تخلف وتقهقر وذل على جميع المستويات والمصيبة والمشكلة أن كل واحد يلقي اللوم على الآخر فكل واحد يشخص كل واحد يعطي الحلول وكل واحد إلا وينسى نفسه وأن نفسه وحاله في معزلين عما يجري للمسلمين في العالم مع أنه هو المشكل نفسه هو المشكل لأن حينما يقول إنسان غيري وغيرنا ويشخص الأمراض وينسى نفسه فهو المراض نفسه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال للناس هلكا فهو أهلكوهم فهو أهلكوهم فهو أهلكوهم للوجهين بالفتح والضمة فهو أهلكوهم لأنه ناسي نفسه وألقى الهلاك على غيره حينما نقول ضعف المسلمين تخلف المسلمين ذل المسلمين بعد المسلمين عن الله عز وجل اقتتال المسلمين فيما بينه وأنت وأنت قد تكون السبب الرئيس في هذا المشكل من بين هذه المظاهير أو من بين أسباب ضعف المسلمين وتخلفهم هو ضياع الدين حينما أضعنا الدين أضعنا أنفسنا وحينما أبعدنا الدين من حياتنا أبعدنا أنفسنا من مركز القوة والعزة والشرف فلا توجد الآن في هذا الزمن دولة تطبيق الإسلام ولا تعمل بالإسلام أي دولة في العالم لا يوجد تطبيق للإسلام في أي مكان الإسلام ما هو إلا إسم في العالم الإسلام ما هو إلا إسم يقرأ القرآن تسمع الأحاديث يؤذن الأذان للصلاوات الخمس ولكن تطبيق الإسلام لا يوجد منه ولو واحد في المئة فشرع الله عز وجل أهملا فحينما يهمل شرع الله نهمل نحن حينما لا نحفظ شرع الله لا نحفظ نحن لأن حفظنا مرتبطون بحفظ الله عز وجل الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لا حافظ يحفظ الله يحفظك إذا حفظت دينا الله وحفظت شرع الله يحفظك الله عز وجل فلما أهملنا شرع الله عز وجل وضيعنا شرع الله عز وجل وضيعنا الله هذا جميع المستوى ضيعنا الله في الاقتصاد ضيعنا الله عز وجل في الوئام في الوحدة في وحدة الصوف في كل شيء فقط ضعنا وتهنا تهنا في الحياة فإذن ضياء الشرع لأن العرب قبل مجيء لإسلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيشون تمزعا وتفرقا وتشرذوما تعرفون أن العرب انقسموا إلى قبائل وكل جهة قوية في العالم إلا وكانت تتحكم في قبيلة من القبائل فالروم والفرس إذن العرب كانوا بين الروم وكانوا بين الفرس ويتقاتلون فيما بينهم لسيني طويلة يتقاتلوا وقد بدأ القتال على ذبح أو قتل ناقة قتلت ناقة لمرأة فجاءت قبيلة هذه المرأة قاتلوا القبيلة الأخرى ودام القتال والحرب لأربعين سنة أربعون سنة وهم يتقاتلون على نقاح وفي زمن هذا يتقاتلون على أقل من نقاح يتقاتلون وهكذا العرب العرب لا يضبطهم إلا الإسلام إلا شرح فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فوحداهم وجمعاهم على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأراد اليهود أن يعيدهم إلى ما كانوا عليه من قبل لأنهم لا يرضون أن يروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحدة فإذا هم يدسون دسائس المكر والخديعة لتفرقة بي المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وقد فتحوا باب الفتنة فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يصله الخبر ويأتي إليهم ويغضبوا في وجوههم ويقولون أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم فأنزل الله عز وجل هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبيون الله لكم آياته لعلكم تهتدون ثم هكذا كانت القرون خيرة مطبقة للإسلام يعيشون تحت راية واحدة إلى أن ابتعد لمسلمون عن شرع الله عز وجل وهاهم اليوم يعيشون كما كانوا من قبله العرب يعيشون كما كانوا من قبله حيث ما سمعت عن دم يراق ويسفك إلا وعلم أنه دم العرب أو دم المسلمين هكذا حالنا لنبتعدنا عن الله عز وجل ثم من أسباب تخلف المسلمين حينما يبتعد المسلمون عن الإسلام تظهروا البيداء تظهروا الخرافات تظهروا الشركيات تظهروا أشكال من أشكال الجاهلية في مجتمعنا إذن كأنه ترسخط في مجتمعنا بعض العادات التقاليد الجاهلية فهالبيداء هالشركيات هالخرافات هالعادات هالتقاليد البائدة فصرنا لا نتحكم إلى شرع الله عز وجل ولا نعمل بشرع الله عز وجل وإنما نعمل بما ترك آباؤنا ولو لم يكن ليكونوا على شرع من الله عز وجل فترون ذلك السحر الخرافات في كل مكان فالسحر والدجل والكهانة في كل مكان لا ينكر هذا إلا غافل أو أحمق هذا في كل مكان بالمدينة واحدة تجد فيه خمسة وستة واربعات السحر الذين يسحرون في كل مكان في البوادي فالأمة ابتعدت عن مناعج الله عز وجل فحينما أرى وأسمع عن دجال أو عن ساحر في مكان من أمكينتي يتوافد الناس وعليه فأقول والله لو جاء الدجال لتبعه كل الناس الدجال لو أتخرج في زماننا هذا ولا يبقى أحد إلا وتبعه وآمن به وآمن به القرآن يتلى سنة النبي صلى الله ومع ذلك فالناس تترك ذلك وتأتي إلى الدجال والسحرة والكهنة كذلك من أسباب تخلف المسلمين وبعدهم عن لا أزوج لا تفشي المعاصر والرذائل في كل مكان تفشي المعاصر بواحد شكل كبير المعاصر الآن كل المعاصر والذنوب التي كانت ترتكب في الأمم السابقة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترتكبها وأتحدى أحدا أن يأتي أن يقول ما كان في أمة الفلانية السابقة لا يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من معاصر والذنوب كل ما يذكر عن اللسان إلا وموجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الشرك موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الربا خمر شربوا الخمر زينة لواط القبائح كلها ما تذكر وما لا تذكر هي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالظلم الاعتداء شهادة الزور الكاذب بل وأقول لكم بعض المعاصي لم تكون متفشية في الأمم السابقة لم تكون متفشية العرب مثلا الجاهلية العرب الجاهلية أبو جهلين أبو لهاب أمي ابن خلاف ما كانش عندهم بعض المعاصي التي هي موجودة عند المسلمين الآن كيف وما كانت أبو وقفت أن يكون موجودة عندهم من أفعال من الأفعال المستهجانة مستقباحة عند العقالة ما كانوا يكذبون ما كانوا يكذبون أبو جهلين أمي ابن خلاف أبو لهاب ما كان يكذبون عيب عندهم يكذبون عيب أبو سفيان حينما وقف بين يدي ملك الروم فيسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مانعني أن أقول عنه الكذب إلا أني خشيت أن أعير أن يقول أبو سفيان قد كذب مع أنه وحده مع أبي سفيان أبي سفيان مع ملك الروم هراقي يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم باستطاعته أن يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال تذكرت أن العرب يعيبوني يقولوا أبو سفيان كذابة فتسجالوا علي نحن المسلمين يستغفر الله ويصليوا الكذب رجع على استغفار عندنا بعض المسلمين هو الكذب الظلم ما كان عندهم العرب أبو جهلين ما كان عندهم يظلم مكرم الأخلة كانت عندهم العرب ما كان عندهم الزينة أبدا المرآة العربية القحة ما كانت تزني أبدا ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم فباعت بوهند فبايع النبي صلى الله عليه وسلم كما يبيع الرجال ولا يزنين فقالت أوتزنين حرة عجل حتى مجرد أنه تخيلت المرآة الحرة أوتزنين حرة فتعجبت من ذلك إذن نحن المسلمين نقول لا إله لمحمد رسول الله نقول المسلمين قروا القرآن وانتبعوا أمير الله وأمير الرسول صلى الله عليه وسلم فنفعلوا أشياء ما كان يفعلها أهل جاهلية نصلى الله سلامها حتى التبرج التبرج الآن التبرج الآن اللي عندنا يفوق التبرج الجاهلي لم يكن هذا التبرج موجود عند أهل جاهلية نحن عندنا التبرج يفوقه يفوقه إذن الإسلام في جهة ونحن في جهة أخرى كذلك من أسباب تخلف المسلمين وضعفهم غربة الإسلام أو غربة الحق وأهله بدأت دينه غريبا وسيعوده غريبة حتى أنك تقول الشخص قال رسول صصمي يقولك ما عمرو سمعت هذا الشيء هذه بداية يقولك ما عمرو سمعت هذا الشيء هذا الباطل ما عمرو سمعت هذا الشيء لا لا كان بانا وكان مجدودنا وكان هكذا إن وجنا أباءنا على أمتي وإن على أثارهم مهتدون من أسباب تخلف المسلمين وضعفهم الجهل والأمية وقلة الوعي ما معنى الجهل حينما يقول إنسا الجهل وقول لي مقارش لا لا العرب وما كانوا يقرؤون ولا يكتبون ولكنهم كانوا شعران بغا بلغا أذكية علماء ما شيء قضية القرية قضية الفهم قضية الوعي حال واحد قارئ وهو جهل لا يفهم شيئا من الدين لا يفهم شيئا مما يحيط به لا يعمل لمصيره ولا يهتم بأمر أمته بل أكثر اللي يضيع الأمه ما اللي يقارئين هذا واقع لأن القرية فيها وما فيها ولذلك حينما نتحدث عن العلم ما هو العلم العلم الذي يفيدك الذي يفيده أمتك الذي يقربك إلى الله أما العلم الذي لا يقربك إلى الله فلا خير فيه العلم الذي لا يدلك على الله بحل المال المال اللي ما يدلكش على الله عز وجل لا خير فيه نعم المال الصالح للرجل الصالح كذلك العلم الذي لا يقربك ولا يعرفك بالله عز وجل فهو لا خير فيه فالشيطان كلمة العلماء كلمة العلماء ولكن أبعده عن الله عز وجل أبعده عن الله عز وجل فقاس ما قاس القياس الفاحش قال أنا خير من وخلقتني من نار وخلقته من طين الهدود ما قرش ما قرش ما تخرج لم الجميع ولا قرأ لاش واحد ولكن كان داعي الله عز وجل قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيان لهم الشيطان وعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون لله الذي يخرج خبأ في السماوات ولضيء ويعلم ما يخفون وما يعلن الله لا إله إلا هو وضف العرش العظيم كلم عظيم الله عز وجل لاحكى نعلهدهد ما عنده شواهيد مقرأ لا ديبلومات لا كذا ولكن عنده عبادة الله عنده معرفة الله عز وجل هذا إحنا بحاجة إلى معرفة الله نعرفه الله أرى ما كان يعرفوش الله أرى أكثر نسبك يعرفوش الله والله وقسموا بالله لا يعرفون رب السماوات والعرض لا يعرفون لي اسم ولا إن سألتوا من خلق السماوات والرضي لا يقولون الله ما كان يعرفوش الله ما كان يخلق السماوات والله ما كان يخلق الأرض والله ما كان يخلقك أنت الله يواء أنت فين علاقتك مع الله كيف هي علاقتك مع الله كيف هي أريد صلاة ثقيلة علي تقرأ القرآن أريد قليل فإن كنقرأ القرآن يواء كيفاش أنت كتعرفو الله تعرفو الله فإلا كنت تعرفو الله فأحبه وإذا أحببته فتبعه وأطعه فالعبادات أو معرفة الله هي شعائر وليس عبادات شعائر واحد كيمشي يحج يجيب اسمية هذا واقع مرير هذا واقع مرير يجيب اسمية ولا يبغيش واحد كل سنة يمشي دير العمر ما زيان ولكن كان شي تغير في حالنا كان شي تغير أنت حجيد وجيد كان شي تغير ولا أنت 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 كما كنت من قبله أخلاق رفعاء كثرة العبادات القول الكلم الطيب استغفار ذكر الله حفظ اللساء غض البصار لا تسمع إلا ما يورضي الله عز وجل أمن وحد يحج عادي زيت فتفاليس هذا واقع قوله الصراحة والحق وكلمته الحق ما نشاهده وما نعيشه نقول حق لنتقدم الأمام فكذلك من أسباب ضعف المسلمين وتخل فيهم وهو الناس لا تخاف الله أكثر الناس لا يخافون الله عز وجل ولذا احتل نعمل هناك من يخاف الله ولكن قلة قليلة نحن الآن المسلمون ودائما أكرر ليفهمني الجامعة حينما أتحدث فأتحدث عن المسلمين يا كامل لمشي غيرنا في العين ولا في المغرب ولا العالم مسلمون كامل اللي كان قرأوا عليهم ونسمعوا لهم المسلمون حالنا واحد كما هنا وفي هنا وفي أي مكان الناس لا تخاف الله عز وجل وشنوك تخاف تخاف غير العصا تخاف غير الحبس تخاف غير القانون والدليل على ذلك المعاملات فيما بيننا وسلف الشيء واحد وشنط لك الفلوس لهابو الدخص الشاك والشاك عادي لم يوضف خدام وإلا ما خدام يقولك المشي نخدمها بحبس وما نخلصكش يضلب الاعتداء فهذا واقع مريض إذ الناس ما تخافش الله وشنوك تخاف كتخاف القانون كتخاف الحبس كتخاف الفضيحة أما الخوف من الله أيها الأحبة أيها الأعزاء أراه قل بل حتى لا نقولين عدم من المسلمين كايش يوحد لي يخاف الله عز وجل يحفظه لسانه يحفظه بصاره يحفظه سمعه يحفظه فرجه يحفظه بطنه يحفظه يديه يحفظه رجليه كايش يوحد لي يحفظه جواري يحفث يوله ويستحي من الله عز وجل ويخاف من الله تبارك وتعالى فصار الحلال هو عندنا المسلمين الآن الحلال عن swoje walter الحلال الحلال الذي يقدر عليه والحرام ما هو الحرام الذي لا يقدر عليه الذي لا يقدر عليه إلى الحجر الذي يلقى ها سأرى حرام عليه والحجر الذي لا يقدر لهره سأرى حرام عليه كما يقولون الثعلب اسمع لواحد جاجة ونقذ واحد الصور واخذها ولما اخذها تسلق الجدار وتحتلو وتحتلو نظر معه وكذا قالوا الحمد لله لي ما كتب ليش الله الحرام هو رهداء المجهود انه يسرق جاجة وما تحتلو قال الحمد لله لي ما كتب ليش الله الحرام يودي الله يديك فانت تتقي الله عز وجل قبل ما تتفكر في الحرام فهو حرام لانك يؤدي بك الى فعلي الحرام كذلك من اسباب ضعف المسلمين وضعف العرب عدم قبول الاخر احنا كن الاقصى كن الاقصى ما هو الاقصى الاسلام جاء ليحرم ولينهى الناس عن التعصب والعصبية كن بعض البلدان المسلمين ارى العصبية القبيلة القبيلة لبعض القبائل في الدول العربية ما زال الجاهلية الاولى ما زال واحد يتعصب لقبيلته ما زال يتعصب لانسان لابائه ما زال يتعصب لانسان لجدوده ما زال انسان يتعصب عنده الانانية فالاسلام نهى وحرم العصبية بلو الانسان يشرك بالله عز وجل ولا قد سمعنا هذا في اي مدينة او في اي بلاد كنتمشي كهذا البلاد كتعطيل البرانيو سبحان الله هذا الشرك بالله كي يقولوا هالناس والله الهد البلاد تعطيه البرانيو اللي هي اللي كتعطيه ما زال الله الله هو هو اللي كتعطيه لانسان نحن المسلمين كي يمشي لانسان لأوروبا يمشي لامريكا يمشي لالصين يمشي لكندا وقت تجدوا أصحاب أولئك البلد لا يقولون أن هذا البلد تعطيل البراني ونحن المسلم داخل بلده غير داخل المنطقة المنطقة يقول أعطي البلدك تعطيل البراني سبحان الله هذا من جاهلية هذا شرك الله عز وجل يقول كل النمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فعدم قبول الآخر هو سبب تخل فيه المسلمين إذن كل هذا لما تشوف الخريطة الخريطة العرب خريطة تعالعرب شوفها من زاوية أخرى لا تشوفها شعل أنه الخريطة الدول الإسلامية شوفها أن الخريطة العربية والخريطة الإسلامية مصبوغة كلها بالدم مصبوغة بالدم دم المسلمين يسفك في كل مكان على من يتقاتلون على من يتقاتلون في سوريا على من يتقاتلون في العراق على أتفه الأسباب على المادة على الكراسي على الخبز المسلمين ما كانوا يتقاتلون على الخبز ولا على الكراسي ولا على شيء من الفتان ولذلك الإنسان لا يقول نحن في معزين عن الفتان لأن الفتنة إلا بدت في الأمة فلن تنتهي ومع مرة توقف لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة إذا وقع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى قيام الساعة فتنة الكلمة فتنة أي شيء ولذلك أمرنا أن نعود إلى ديننا إلى أصلنا إلى عزتنا إلى شرفنا إلى قوتنا إلى إسلامنا إلى قرآننا إلى سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فتكون حينئذ الألفة ويكون حينئذ أرضى الله عز وجل فاللهم ارضى عنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا وأصلح شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك الأخ الذي أتى بهذه